بعض الأنصار تلاقوا وتهامسوا فيما بينهم واحد أهل التاني يغفر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم يعطيء ناسا ويتركنا وسيوفنا تقتر من دمائهم يعني للأمس الدابر كانوا كفارا وكانوا منقاتلهم بلغت هذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجمع هؤلاء الأنصار كلهم في واد بعيدا عن أهل مكة نعم وخطب فيهم ذكر كلاما مغموس بالعاطفة مغموس بالرقة مغموس بالشفافية أتمنى لو أن كل مسلم حفظ هذا الكلام الذي قاله حمد الله وأثنى عليه ثم قال يا معشر الأنصار الله ما قالت بلغتني عنكم ألم أتكن ضلالا فهداكم الله بي ومتفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي كانوا يقولون بلى لله ولرسوله المنة والفضل وقف المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول ألا تجيبونني يا معشر الأنصار قالوا أجبناك يا رسول الله نقول بلى لله ولرسوله المنة والفضل هذا يقول ألا تجيبونني يا معشر الأنصار قالوا أجبناك يا سيدي يا رسول قال أما لو شئتم لقلتم يعني في الجواب لقلتم فلصدقتم ولصدقتم أتيتنا طريدا فآويناك مكذما فصدقناك عائلا فواسيناك قولوا 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 لو قلتم لصدقتم ولا صدقتم قالوا لا لا لله ولرسوله المنة والفضل قال يا معشر الأنصار أوجدتم في نفوسكم من أجل لعاعة من المال تألفت بها قلوب أقوام ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم ألا ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشات والبعير وتعودوا إلى رحالكم برسول الله فوالله لما تنقلبون به خيرا مما ينقلبون به والذي نفسي بيده لو لا الهجرة لكنتم رأى من الأنصار الناس دفاري والأنصار شعاري ولسوف تجدون أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار وبكى القوم واغضلت لحاهم بالدموع لهذا الكلام الرقيق العجيب الذي نعم كان يقوله المصطفى صلى الله عليه وعلى أهله وسلم هذه الخطبة وهذه الكلمات وكم يجدر بكل مسلم أن يعيها وأن يحفظها وأن يرددها ليجد من خلالها شفافية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم